السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته استفسار من حد من متابعين الهلاج بالماء الساخن يقول حل تصلح زجاجة الماء الساخن المطاط لعمل كما دات الإجابة نعم تصلح زجاجة الماء الساخن المطاط تصلح ولها فوائد فيما تعالى بأمراض العظام كالروماتيزم أو حتى الإرحاق والتعب لكن يختلف كليا عن مفعول كما دات الماء الساخن لأن كما دات الماء الساخن يكون باتصال مباشر بين الماء والجلد طبقة جلدية وهذا يؤدي إلى فوائد كثيرة كما شرحنا مرارا وكمقتطفات سريعة أنه يؤدي إلى استعابة رطوبة الماء الساخن وبخار الماء الساخن من خلال حرارة الماء الساخن من خلال كما دات بحيث أنه تتفتح مسامات الجلد وتستقبل رطوبة الماء الساخن وبالتالي فعالية يكون أكثر يعني يكون أكثر فوائد فعالية يكون أكثر مفعولة ما من خلال كما دات ماء الساخن مقارنة بمطاط زجاجة المطاطية اللي فيها الماء الساخن وهذا أردنا توضيح ذلك إذن ممكن حتى الاستفادة من العملية أي استخدام المطاطة المملوئة المطاطة الزجاجية مملوئة بالماء الساخن ولكن ضرورة جدا كما نصحنا مرارا العمل بتطبيق مدات ماء الساخن يوميا بعد استحمام مباشرة بالماء الساخن بشكل يومي وهذا ضروري جدا وكما عملنا حلقة وضحنا فيها فوائد صحية وعلاجية لكمدات الماء الساخن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتحدث أمامكم أخوكم ومحبكم دكتور فعرس بن راشي بن سان من الحجري مواطن من سلطنة عمان مؤسس حاكوة ونس ومؤسس الطب الحاكوباثي بالولاة المتحدة الأمريكية محسس بأمان